الجزء الثاني يا فنن موضوع الأجهزة الفنية اللي تعينت ليه ما تحطش شروط جزائية كبيرة وتعامل عقود للناس كبيرة يعني الناس جات مبارح وقتمشي النهاردة ناس جات أول مبارح ومشي بكرة كابتن سيب حضرتك كنت في مجلس إدارة الاتحاد وطبعا اللجان اللي بتيجي أو المجالس اللي بتيجي توبقى لها رؤية فنية الرؤية الفنية دي بتوبقى نابعة من المدير الفني ونابعة من السيرة الزاتية للموجودين ونابعة من الأهداف اللي موجودة احنا فعلا الملفات اللي كانت موجودة كرة القدم الشاطئية والدكتورة صحر زي ما حضرتك تفضلت كرة القدم الشاطئية وكرة القدم النسائية ممكن الموضوع ده أوكل بالكامل للدكتورة صحر والدكتورة صحر عرضت علينا بالفعل الأسماء وعرضت السيرة الزاتية لكل فرض من الأفراد اللي موجودين وفضوءها أخذنا القرار بكرة القدم الشاطئية وكرة القدم الخاصة بإسادات وإحنا فعلا مقتنعين تماما الكابتن مصطفى اللوت في كرة القدم الشاطئية هو كان المدرب العام ولما مشي كابتن أحمد سافر الكويت فكابتن مصطفى اللوت في ماسك هو المدرب العام وشكلنا معه اللاجئة بالنسبة لحضرك تفضلت كابتن حسين عبداللطيف وإحنا قلنا فعلا خبرة كبيرة جدا وكابتن حسين يبقى موجود بعدين كابتن أحمد رمضان بدراسة السيرة الزاتية أنه كان بيدرر في أمريكا دراسة السيرة الزاتية بتاعته والسيرة الزاتية بتاعتنا وليقينا أنه فعلا ممكن يكون شخص كويس وبدأ تتشكل الجهاز بالكامل في كرة القدم النسية كرة الصلاة إحنا جينا لقينا الجهاز موجود الناس دي ما تعملهاش عقود تأمينها ليه ما تحطيش هاش شروع الجزائية ليه أربع خمس ست شهور أرقام كبيرة عشان ترى بتشتغل زي أي مدير فني أجنب ما بييجي أنت حضرتك النهاردة أنا كنت في اتحاد الكرة كابتن ميش زيار كان موجود جينا لقينا برادلي مع نصوص جمال علام ماشي برادلي الناس منها الترابيزة ما كانوش عايزين برادلي بمنطقة الصراحة وكانوا عايزين يجيبوا لكابتن حسن شحات أنا بقول لها حالك كواليسة ماشي برادلي صورة الجزائي منع ما تقدرش ما تقدرش ليه لأن انت مش هتيجي بجرة قلم تمشي ده وتجيب ده انت مش كل شهرين هتغير جهاز وتجيب جهاز هو المفترض حضرتك أنا أغير في حالة لما يكون في حاجة للتغيير أغير لما يكون في حاجة للتغيير وغير لما يكون في فشل وغير لما يكون في أننا شايف أنه ما فيش ارتباطات دولية ارتباطات دولية لكن ما أقول لنا كرة مثلا الصلاة حضرتك الشام صالح اللي هو الفرقة بتاعت منطقة بمصر مصنفة هل كابتن الشام صالح حد يقدر يقول رجعوا تاني كابتن نحن رجعوا تاني كابتن نحن إذن معنا كده المرتب تاني دي حسب بقى التفاوض وقبول المدير الفني وعدم قبوله لكن الشام صالح مرتبه أو وجوده حضرتك ما هو من المجلس السابق ما احناش عيننا كابتن شام صالح كابتن مصطفى والمجموعة التانية اللي موجودة كمديرين فنين خلي بقى لحظة لك موضوع المرتبات في الأجهزة في المنتخبات دي لو أي حد في مصر وطوله تعالى اشتغل في منتخب مصر من غير أي مقابل مادي مش اخفضلك مرتبك لا من غير أي مقابل مادي هيوافق انه يشتغل في منتخب مصر لان حضرتك دايما الواحد عايز يمسل مصر عايز يبقى يحمل اسم مصر فدي حضرتك ما فيهاش مشكلة في موضوع المرتبات لكن لكن حضرتك دكتور جمال بقاني السياسة من تقولتوا لاحمد رمضان كده تعالى من امريكا وحنبني وحنعمل وحنقصر الدنيا وجي احمد رمضان وحنا وقفنا معاه حضرتك قعد شهر ونص وبعد كده هو موجود حضرتك في منتخب جي رجع تاني في منتخب الشباب يعني كابتر احمد رمضان وانا شاف ان هو اضافة كويسة جدا وانا عدت معاه شخصيا يعني فاهم كويس جدا وعنده خبرات كويسة وكان بيشتغل في امريكا فترة زمنية طويلة كتدريب وانسان كويس ولكن حضرتك انا طبعا وجهة نظر اللجنة السلسية تحترم حضرتكم اصحاب القرار في الفترة حالية لكن احنا مختنعين بالتعينات اللي احنا عملناها في لجنة الفنية قبل ما اطلع فاصل حرك انسى اللجنة الخماسية واللجنة السلسية وانسى المهندس هانية مريدة وانسى مجلسنا حضرتك راضي عن السيستم بصفة عامة بصفة عامة في منظومة كرة القدم لا طبعا انا محتاج طبعا السيستم ده فعلا يتشتغل زي ما قلت في البداية نشتغل في نظام مؤسسي نظام بيبني ويطور ورا بعض ونكمل بعض لكن لا احنا بنشتغل بنظام فردي ان احنا كل مجموعة بتيجي بترى من وجهة نظرها فقط لغير ولا ترى من وجهة نظر الاخرين صحة فن ترجمة نانسي قنقر